بسمية النائب الأستاذ فرنان سلام الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العنوين سلام يستهل استشاراته بجولة بروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين ويؤكد على جهد جميع الفرقاء لنجاح مهمته بر يدعو لجلسة عامة غدا وهيئة مكتب المجلس لا تتوصل إلى اتفاق أو لصيغ القانونية للتعامل مع محل الترشيحات انفجار عنيف يهز منطقة السبع بحرات في دمشق والمعارك الضارية متواصلة في العاصمة وريفها ودرعة وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد والرياضة موديس تقول ان المالية العامة للبنان اصبحت اكثر عرضة للمخاطر والاهل المصري إلى الدور الثاني من دور ابطال افريقيا لكرة القدم اهلا بكم توزع الاهتمام المحلي على خطين الاول حكومي من خلال استشارات تأليف الحكومة التي باشرها الرئيس المكلف تمام سلام بلقاءات عقدها مع رؤساء الحكومات السابقين واكد خلالها على اهمية توفق جميع الاطراف لانجاح مهمته والثاني تشريعي من خلال الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس نبي بر غدا على ان يسبقها اجتماع ثاني لهيئة مكتب المجلس التي لم تتوصل في اجتماع عقدته اليوم الى توافق بشأن الصياغ القانونية المناسبة للتعامل مع مهل الترشح للانتخابات سواء لجهة تمديد هذه المهل وفق قانون الستين او الغائها نبدأ من الجولة البروتوكولية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف على رؤساء الحكومات السابقين واخر محطاتها لقاء يعقده مع الرئيس فؤاد السنيورة في منزله وننتقل الى هناك حيث مرسلتنا شهير دريس شهير اذا ضعينا في اجواء زيارة رئيس الحكومة المكلف لمنزل الرئيس فؤاد السنيورة طبعا هندي بين عملية التكليف والتأليف جاءت هذه الجولة البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين والتي اختتمها الرئيس المكلف تمام سلام بلقائه منذ بعض الوقت بالرئيس فؤاد السنيورة ونحن لازلنا طبعا بانتظار انتهاء هذا اللقاء من اجل تصريح الرئيس المكلف وتصريح الرئيس السنيورة لكن الاجواء لا تزال يعني جيدة حتى الان ويتم بحث التطورات الرهنة وطبعا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والاستشارات النيابية التي ستحصل غدا لكن الجولة في مضمونها كانت على رؤساء الحكومات السابقين تميزت بمواقف الرئيس المكلف تمام سلام لجهة ان حكومته ستكون حكومة المصلحة الوطنية وحكومة فقط للانتخابات وسيكون يعني المرشحين لها او يعني هذه الحكومة مشكلة من عدد من المرشحين غير المرشحين للانتخابات النيابية الا ان الابرز كان اللقاء الذي حصل في الرابي حيث لم يدلي العماد ميشيل عون باي تصريح بعد اللقاء وفي المعلومات انه يصر على ان تكون حقيبتي الطاقة والاتصالات لا تزالان لطبعا الطيار الوطني الحر الا ان اجواء الرئيس المكلف وبحسب تصريحه بانه يصر على ان يتحمل الجميع المسؤولية لسيما تكتل التغيير والاصلاح في تسهيل مهمة الحكومة الجديدة والعمل من اجل يعني انضاج هذه الحكومة لتأتي الانتخابات النيابية بسهولة طبعا في شريط وتقرير مفصل نتابع الجولة البروتوكولية للرئيس المكلف تمام سلام الذي يتابع ايضا نشاطه في دارته فيلم سايت بي ويستقبل التهاني بعد ظهر اضافة الى لقاءات مهمة سيجري شكرا لك شهير من منزل الرئيس فؤاد السانيورا في منطقة بليس اذا الرئيس المكلف تمام سلام استهل جولته على رؤساء الحكومة السابقين بلقاء مع الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي وقد امل بالحفاظ على الاجماع الذي تجلى في تكليفه لتسهيل مهمة تأليف حكومة مصلحة وطنية انا بحاجة الى كل رأي ومشورة يمكنني الاستعان بهما لمواجهة تأليف الحكومة واجراء الانتخابات النيابية هذا ما اعلنه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في مستهل جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين والتي بدأها بزيارة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الذي اكد بدوره الوقوف الى جانب الرئيس المكلف من اجل خدمة الوطن استمعت بكثير من التأني والعناية الى ما عنده من رؤية طبعا تستند الى تجربة وخبرة كبيرة في العمل العام وفي الموقع المسؤول في رئيس الوزارة وانا بحاجة الى كل رأي وكل مشورة يمكن لي ان استعين بها لمواجهة ما نحن بصدده من تأليف حكومة لمواجهة استحقاق وطني كبير الا وهو جراء الانتخابات العامة استعرضنا الفترة الماضية للحكومة استعرضنا كيف اسسنا للاستقرار في البلد والتقاطعات الدولية التي حتمتها الواقع ونتمنى تدلة مستمرة واكيد ستكون مستمرة وبأي دعمينة مع الاخ تمام استعرضنا كل الشؤون الادارية الموجودة خلال كمان التي صدفناها في خلال الحكومة الماضية انا بتمنى كل التوفيق للاستاذ تمام اسلام واكد انه دائما نحن سوية في خدمة هذا الوطن الرئيس المكلف زر ايضا الرئيس رشيد الصلح في منزلي في عين التيني وعرض معه رؤيته للحكومة المقبلة ثم انتقل بعد ذلك الى منزل الرئيس سليم الحص وبحث معه التطورات الراهنة واكد انه سيتفائل بتسهيل مهمته لتشكيل الحكومة طالما مصلحة اللبنانيين والمصلحة الوطنية التي اطلقها كعنوان للحكومة الجديدة ستكون نصب عينيه الرئيس الحص اكد في بيان عقب اللقاء انه هنأ الرئيس المكلف بتكليفه وتمنى له النجاح في مهمته املا تسهيلها من قبل جميع الافريقاء وان تبصر النور في وقت قريب من اجل القيام بمهامها لجهة اجراء الانتخابات وفق قانون عادل يلب طموحات اللبنانيين ازيارة البروتوكولية الرابعة كانت الى الرابي حيث اتقى النائب ميشيل عون وتناول البحث تأليف الحكومة سلام اكد من الرابي انه حريص على سماع جميع الاطراف الذين اجمعوا على تكليفه مشيرا الى ان عليهم جميعا تحمل المسئولية الى جانبه انطلاقا واستنادا الى الاجماع الذي حصل في التكليف طمعته وتمنيته من الرئيس عون ان نحافظ على ذلك الاجماع في مرحلة التأليف لان المهمة امامنا هي مهمة وطنية كبيرة في اجراء الاستحقاق الانتخابي واعلنت في عدة مناسبات ان حكومة المصلحة الوطنية هي حكومة لها وظيفة الوظيفة هي تسليم الامانة بعد اجراء الانتخابات بشفافية الرئيس المكلف زر ايضا الرئيس عمر كرامي واستمع منه الى تصوره للمرحلة المقبلة كنا من اسعد الناس لتسليمه الامانة في هذه الظروف الصعبة والضقيقة التي مربع لبنان نحن واثقون لان دولة الرئيس سيقوم بكل امكانياته لتحقيق الاستقرار بلبنان ولمعالجة موضوع الانتخابات وفي موازاة انتلاق مساعي تأليف الحكومة دعا رئيس مجلس النواب نبي بري الى جلسة عامة عند العشر والنصف من صباح الغد لتصويت على صيغة للتعامل مع المهل القانونية لترشح للانتخابات جاء ذلك تزامنا مع انعقاد هيئة مكتب المجلس في عين التيني وقد اعلن في ختامه نائب رئيس المجلس فريد مكاري ان الهيئة ستعقد اجتماعا اخر قبل الهيئة العامة لاقرار الصيغة القانونية تقرير ما حطيت بالرغم من الاجواء التوافقية التي دخل بها اعضاء هيئة المكتب الى الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبي بري الا ان اتفاقا لم يتم حول الصيغة القانونية التي يتم بموجبها تعديل مهلة الترشيحات وبحسب النواب فان الصيغتان ترحطا الاولى تعليق مهل الترشيح وهو اقتراح يؤيده رئيس مجلس النواب نبي بري اما الصيغة الثانية فهي تمديد مهلة الترشيح لفترة زمنية لا تتعدى العشرين من حزيران وهي الصيغة يوافق عليها المستقبل وبعد حوالي الساعة والنصف من الاجتماع اعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري انهم بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة الصيغة القانونية كان لنا اجتماع مطول لمكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس نبي بري للتداول بموضوع المهل من اجل الترشيح لقانون الانتخابات درسنا عدة صياغ متعددة لكل صيغة منها حسناتها وسيئاتها وبفاعلها لذلك ارتقينا ان نجتمع مرة اخرى قبل انعقاد الجلسة يوم غاد من اجل اتفاق على الصيغة النهائية بعد دراستها من النواحي القانونية ما ان نبعاد عن بعضنا بس في نقط قانونية بالموضوع يجب ان تبحث لانه الموضوع دخيط وسنصل باذن الله الى صيغة في نفس جديد بالبلاد كلنا ان شاء الله منواكبه بنصل الى خواتم سعيدة بكل موضوع وبحسب النواب فانه بعد اجتماع هائة المكتب سيتم احالة الاقتراح المعجل المقرر الى الهيئات العامة مباشرة كي يتم التصويت عليه التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات في ضوء صدور مرسوم تأجيل دعوة الهيئات الناخبة اعرضها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في بعبدة مع وزير الداخلية مروان شربل سليمان التقى ايضا وفدا يضم نوابا وشخصيات مسيحية ابدت دعمها للمواقف التي يتخذها من زاوية التمسك بالدستور والاسرار على اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد عصري وشامل التمثيل امل البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي بتشكيل الحكومة بسرعة لاقرار قانون جديد للانتخابات مؤكدا ان رئيس سليمان لا يستطيع يلغي قانون الستين قبل ان يكون هناك قانون اخر قبيل مغادرته لبنان زار البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي اسرب عبد والتقى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وتم عرض للأوضاع الراهنة ولعدد من الملفات التي يتشاوران في شأنها باستمرار ومن مطار رفيق الحرير الدولي اكد البطرياركو الماروني ان رئيس سليمان لا يستطيع ان يقول ان قانون الستين الغي قبل ان يكون هناك قانون اخر ورأى انه سيحصل تمديد للمهل كي تصنح الفرصة ليكون هناك قانون جديد طبعا نين المستعدين اكين جنرال عون واكين دولت الرئيس سنور دولت الرئيسين نين ولا لا كلهم اليوم صاروا مجمعين بالنسبة لهم الانتخاب تكون المختلط تانيا كلهم المجموعين انه تتقلب الحكومة بسرعة وحكومة تكون فعلا يرضو عنا كل اللبناني وافريقاء وحسوا اللبنانيين كلهم انه موجودين وممثلين ويرضو عليها لانه تقدر تقوم بالظروف الصعبة هاللي هي قدامها وكلهم حاطين اولويتها انه تنشئ تتمم الانتخابات النيابية بوقتها بقانون جديد وتعالج الاضايا هاللي هي مطروحة على الساحة اللبنانية هذا فيني اكده لكل اللبنانيين هذا اسمعني اكيد من الجنرال عون او من دولة الرئيس سنيور عاشي البطريالك الماروني تمنى للرئيس تمام سلام التوفيق معتبرا ان تكليفه بهذه السرعة تعزية كبيرة لرئيس الجمهورية كما امل بتشكيل الحكومة بسرعة لاقرار قانون جديد للانتخابات وعن زيارته فرنسا قال الراعي هناك رغبة من قبل الرئيس الفرنسي فرنسو أولاند بان يحصل لقاء بيننا واضاف عندما اعود الى لبنان ستكون حكومة قد تشكلت وقانون الانتخابات الجديد قد اقر اعتبر ان دائب مروان حميدي ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة الامر الواقع اللبناني كلام حميدي ورد في حديثين لبرنامج كلام بيروت حزب الله كمان قارئ جيد وربما فهم انه ولى الى حد بعيد زمن القبصان السود القنصان السود يقاتلون الان في ريف دمشق وبالتالي سيواجه حزب الله منطق مشترك لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء اللي هو منطق تفضلوا بنعمل حكومة انتخابات وتفضلوا بنروح على حوار على الخطة الدفاعية اذا رأوا ان القوى السياسية عندها مواقف عبثية من توزيع الوزرات ما فيش بيمنع الرئيسين ان يشكلوا حكومة امر واقع بس تكون حكومة امر واقع جميل لن تكون حكومة 14 اذار ولن تكون حكومة 8 اذار اي حكومة امر واقع قد تكون حكومة الامر الواقع اللبناني الذي يريده اللبنانيون والذي لا يستطيع احد ان يرفضه جهارة وعلنا في سوريا سقط العشرات بين قتيل وجريح في انفجار سيارة مفخخة وقع قبالة المصرف المركزي السوري في الشارع المتفرع من ساحة السبع بحرات بالقرب من مدرسة البخاري وهي اعدادية للبنات ما تسبب باضرار مادية بالغة المجلس العسكري في دمشق وريفها اتهم النظام بالوقوف وراء التفجير باعتبار ان المنطقة امنية بامتياز ويتواجد فيها ستة حواجز للنظام مزودة بكواشف للمتفجرات في الوقابل استمرت المعارك العنيفة بين الجيش الحر وكتائب الاسد التي امطرت احياء دمشق بالصواريخ في وقت تتعرض الاحياء السكنية في حمص ودرع لقصف بالمدفعية الثقيلة وسط مخاوف من تحويل دمشق من عاصمة سياسية الى عاصمة للدمار بعد حمص انفجرت سيارة مفخخة في السبع بحرات ما ادى الى سقوط عدد من القتل والجرحة وكالة سانة السورية قالت ان الانفجار وقع بين ساحة السبع بحرات ومنطقة الشهبندر ما اسفر عن وقوع ضحايا واضرار مادية كبيرة وذكرت معلومات ان الانفجار وقع بالقرب من وزارة المالية وقبالة البنك المركزي في هذا الوقت لم تتردد كتائب الاسد بالقاء القنابل السامة وصواريخ ارض ارض على الاحياء الجنوبية للعاصمة والقابون والعسالي ومحيط مخيم اليارموك فيما دارت اشتباكات في حي جوبر وحي تشغين واستهدف الجيش الحر بقذائف الهاون فرع الاستخبارات الجوية في ساحة العباسيين المواجهات امتدت الى اجزاء كبيرة من درعة وسيطر الثوار على الطريق الرئيسي بين درعة ودمشق فيما تعرضت بلدات سيل واللجاة وطريق السد والطيبة لقصف عشوائي مطار المزة العسكري تحول الى منصة لاطلاق الصواريخ على الريف الدمشقي وتركز القصف على معظمية الشام والذيابية والغوطة الشرقية وعربين والمليحة والزبداني والنبك ودارية ودارت معارك على اكثر من مخور حمص عاصمة الثورة المحاصرة منذ اكثر من ثلاثمائة يوم شهدت قصفا عشوائيا على احياء الخالدية والاقصير والرستن والغنطو والحولة بعشرات الصواريخ واندلعت اشتباكات في اطراف الخالدية وابل وفيما اغارت طيران الحربي على احياء الحميدية والشيخ يسين وعلى معظم احياء ديرزور توجهت فوهات المدافع الى ادلب تعرضت احياء جبل الزاوية والجنودية وحيش لقصف مركز اما حلب وريفها فشهدت اعنف القصف حيث تعرضت احياء السكر والفردوس والسفيرة لاستهدافات عشوائية في وقت سقطت البراميل المتفجرة على جبل التركمان في اللاذقية وللمزيد ميدان ياد ينضم الينا عبر الهاتف الناطق الاعلامي لمشلس قيادة الثورة في ريف دمشق عمر حمزة سيد عمر اهلا بك معنا ضعنا في اخر تطورات الميدانية وماذا عن ملابسات ونتائج الانفجار الذي حصل بالقرب من منطقة السبع بحرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني كما ذكرتم في التقرير عن هذه السيارة المفخخة بين السبع بحرات وطلعت الشهبندر قريبا من البنك المركزي ومجلس الوزراء القديم الانباء التي افدت باثنى عشر من الضحايا وحوالي خمسة واربعين اصابة واضرار قرب البنك المركزي وتصاعد لعمل الدخان الكثيف وتطويق امن كثيف لهذه المنطقة مما حال دون معرفة المزيد من التفاصيل سوى ما يذكره اعلام هذه العصابة لكن هناك مشهد اخر في الغوطة الشرقية من القصف والاشتباكات العنيفة في الاعتيبة والعبادة والقيسة جبهة الاعتيبة هي اليوم الثالث والعشرين تحت محاولات اقتحام لعصابة الاسد وحتى اعلامها صار يسبق الحدث يتحدث عن انه اقتحم وسيطر على الغوطة الشرقية لكن ما يجري هو تكبيل لعصابة الاسد لخسائر كبيرة على هذه الجبهة رغم سقوط عشرات الصواريخ والقذائف التي تسقط يوميا على الاعتيبة والعبادة والقيسة طالت فيها المساجد والمدارس والبيوت والبنية التحتية بشكل كامل لكن هناك تصدي للجيش الحر لمحاولات الاقتحام ايضا القيسة المجاورة القصف عليها مستمر بالراجمات وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من مطار دمشق الدولي ومن كتيبة الحمار كذلك الحال في الملحة يستمر حصار حاجز تميكو من قبل امطال الجيش الحر وتستهدف التعزيزات في دير عطية في القلمون اليوم سقطت قذائف وخلفت خمس جرحة صاروخ سكد انطلق حوالي الساعة الواحدة الى ثلث بتوقيت دمشق القصف مستمر على زملكة شكرا لك عمر حمزة الناتق الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق وفي المواقف اكد الامين العام للعمر المتحدة بن كيمون انه يجب التحقيق في المزاعم الجدية حول استخدام الاسلحة الكيموية في سوريا لافتا الى وجود فريق تفتيش عن الاسلحة الكيموية في قبرص جاهز لتوجه الى سوريا يجب بحث ودراسة كل المزاعم الجادة حول استخدام الاسلحة الكيموية في سوريا هذا ما اكده الامين العام للامم المتحدة بن كيمون اثر لقائه رئيس منظمة منع انتشار الاسلحة الكيموية في لاهاي بن كيمون الذي اكد ان ما قيل عن استخدام اسلحة كيموية يبقى دعاءات حتى انتهاء التحقيق حذر كذلك من ان استخدام هذا النوع من الاسلحة من جانب اي طرف وتحت اي ظروف يمثل جريمة شنعاء لها عواقب وخيمة ويمثل جريمة ضد الانسانية وفيما كشف الامين العام عن وجود فريق تفتيش عن الاسلحة الكيموية في سوريا جاهز في قبرص تحدث في المقابل عن مشاكل قانونية سورية تمنع توجه مثل هذه الفرق الدولية الى سوريا بالتزامن اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على ضرورة وقف امداد السلاح الى سوريا من كل الجهاد مشيرا الى استعداد بلاده للاجتماع مع جميع الاطراف لبحث كيفية الخروج من هذه المجزرة الدموية بدورها دعت ميركل الى العمل من اجل حل سياسي للقضية السورية وفي اطار سعيه لتأليف الحكومة الانتقالية يزور رئيسها غسان هيتو ريفا ادلب في شمال سوريا وفق ما اعلن الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ويأتي ذلك بعد ساعات على اجتماع عقده كبار المسؤولين في عدد من الدول الداعمة للااتلاف الوطني في الخارجية المصرية حيث تم استعراض الوضع في سوريا لاسيما فيما يتعلق بصبل زيادة اشكال الدعم المقدم للمعارضة اشار التقرير الاسبوعي الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان عدد النازحين السوريين في لبنان قد تجاوز الاربعمائة الف نازح حتى الان النازحون السوريون في لبنان اربعمائة الف على الاقل هذا ما اعلنته مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي الذي اشارت فيه الى تسجيل نحو 12 الف الاسبوع الماضي وحده ويتوزع اللاجئون السوريون كالآتي 113 الف في شمال لبنان وتسعة وتسعون الف في البقاع وثمانية وعشرون الف في بيروت وجنوب لبنان واوضح التقرير ان المفوضية سجل 48 الف لاجئ سوري خلال شهر اذار الماضي يتلقون حاليا الحماية والمساعدة من الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية فضلا عن الحكومة اللبنانية كما تم تقييم احتياجاتهم الفورية في ايجاد المأوى المناسب والرعاية للاشخاص الذين يحتاجون الى الانتقال بخاصة الاطفال المنفصلين عن ذويهم واشار التقرير الى ان من بين اللاجئين هناك اكثر من 150 الف مسجلين لدى المفوضية ونحو 145 الف من المقرر تسجيلهم في اقرب وقت والفت التقرير الى ان عدد اللاجئين السوريين الموجودين في كل من الاردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان بلغ المليون في بداية اذار الماضي فيما وصل عددهم بحلول نهاية الشهر نفسه الى مليون ومئتي الف بزيادة 20% وفي نشرتنا بعد الفصل احتجاج في عكار على ضم عرقى لمنيارا اهلا بكم من شديد بحثت لجنة الادارة والعادل برئاسة النائب روبرغانم مجروع اقتراح قانون حق الوصول الى المعلومات المقدم من قبل الحكومة المستقيلة واثر الاجتماع اعلن غانم تكليف مجلس شورى الدولة اعادة النظري في المشروح تم تكليف مجددا الممثل مجلس شورى الدولة لعادة النظر ببعض المواد من جهة ومن جهة ثانية كلفت الامين العام الامين سر اللجنة لوضع جدوى المقارنة بين الاقتراح كما هو معدل باللجنة الفرعية بلجنة الادارة والعدل مع ما هو مكتراح بمشروع القانون الذي وردنا من الحكومة وبعتقد اني ذاتهم في بعض التعديلات الطفيفة امنيا وفي اطار تحركاتهم الاحتجاجية على استمرار خطف ابنائهم منع اهالي المخطفين اللبنانيين في اعزاز العمال السوريين من التوجه الى عملهم في منطقة تأثير في الشويفات التقى وفد من اهالي عرسال وزيرة داخلية في حكومة تصفيف الاعمال مروان شربل الوفد الذي ترأسه رئيس البلدية عفوا ننتقل الان مباشرة الى منطقة تبليس الى منزل الرئيس فؤاد السنيورة حقيقة انا ارحب بدولة الرئيس المكلف الاخ والصديق الاستاذ تمام سلام وتمنيت له كل التوفيق في مسعاه الكريم والوطني من اجل تأليف حكومة انتخابات يستطيع من خلالها ان شاء الله ان يحقق ما يتمناه الشعب اللبناني من اجل ان تستقيم عمل المؤسسات الدستورية في لبنان وتعود العجلة الى الانتظام لسيما واننا نحن نقترب من المواعيد الدستورية من اجل اجراء الانتخابات ونحن بدورنا سنفعل كل ما بطاقتنا من اجل ان يسعى من اجل ان ينجح الرئيس المكلف في مسعاه لانجاز عملية تأليف الحكومة التي نتمنى ان شاء الله ان تكون على قدر طموحات وتمنيات اللبنانيين لتحقيق عدة اهداف من تخفيض مستوى التوتر في البلاد وان تعبر الى المرحلة الجديدة ان شاء الله بانجاز هذه الانتخابات التي نسعى جميعا من اجلها فمرة ثانية اود ان اتوجه بالدعاء ومشفوعا بكل الارادة من اجل تقديم كل الدعم اللازم للاستاذ المهم سلام لينجح في مهمه في ختام زياراتي لبروتوكولية يسعدني ان يكون ذلك مع اخي وصديقي دولة الرئيس فؤاد السينيورة الذي استمعت الى ما عنده من مشهورة ومن رأي خصوصا انه صاحب تجربة غنية جدا وهو لم يتخل يوم عن مسؤولياته العامة الا وكان في الصدارة يعالج ويداوي اوجاع هذا البلد نحن في مرحلة صعبة تتطلب تضافر جهود جميع المخلصين لنتمكن من العبور بالبلد والوطن الى شاطئ الامان لقد قلت في كثير من اللقاءات وخصوصا اليوم انني اطمح لان اؤدي خدمة جلية لوطني وهي انجاز استحقاق كبير ديمقراطيا وهو الانتخابات العامة ذلك طبعا انتلاقا من الاجماع الكبير الذي حصل في التكليف والذي اتحمل مسؤولية كبيرة تجاهه ولكن في نفس الوقت يحمل هو هذا الاجماع ومن قام به المسؤولية الاكبر في انجاحه وفي مواصلته في مشاورات التأليف نعم نحن بحاجة الى حكومة وبدون تأخير لنحتضن هموم البلد على كافة المستويات وفي مختلف الميادين ولكن يبقى موضوع انجاز الاستحقاق الانتخابي هو الهاجس الاكبر وغدا سيكون لدي المواصلة مع كل القوى السياسية في مشاورات التأليف وأثمن جدا دعم كل من يؤازر هذا المنحة وهذا التوجه واليوم استمعت الى كلام احتاج اليه في هذه المرحلة من صديق كان له ليس فقط في التكليف ولكن طوال الوقت الرأي والمشورة والنصيحة المخلصة والتي اعتز بها وأتمسك بها دولة الرئيس هناك تساؤل كبير هل جاءت بتسوي بضمانات أقليمية ودولة لإجراء الانتخابات أم نحن أمام حكومة وتجاسب حر حكومة سياسية أو حكومة الانتخابات الجميع يعلم أن لبنان يتأثر دائما بمحيطه وبكل التطورات العربية والإقليمية والدولية وهذا ليس بجديد ويبدو أن هناك مناخ إيجابي يتكون وألمسه من كل الدول الحريصة على لبنان في أن يتم هذا الاستحقاق محافظة على مؤسساتنا الدستورية والديمقراطية وهذا أمر جيد ليس هناك ضمانات لأن الضمانة في رأيي مدى حسن نحن تصرفنا وتفاعلنا مع هذا المناخ الإيجابي للعبور بهذا الاستحقاق لكن دولة الرئيس يعني أصريك إلى جوتك الغوم على القول يجب على الجميع تحمل مسؤوليات معي يعني هل أنت أمام صعوبات في تشكيل هذه تقوم أولا خص في تسبيل أنا أعول كثيرا على الإجماع الإجماع لا يجب أن يشكل صعوبات الإجماع إذا انسحب على التأليف يجب أن يسهل المهمة لم يكن أحد ينتظر أن التكليف سيكون بهذه السهولة وبهذا الإجماع فنتمنى أن ينطبق ذلك أيضا على التأليف ماذا لو كان هناك فريق يريد من حكومتك أن تكون حكومة سياسية للتمديد للمجلس سمعنا مواقف كثيرة وتمنيات كثيرة لأفريقاء سياسيين وهذا من حقهم ولكن نحن سنستمع بالتفصيل أكثر وسنتحاور مع كل القوات السياسية لنصل إلى شيء يرضي الجميع إن شاء الله ونعود لمتابعة نشرة الأخبار حيث ارتقى وفد من أهالي عرسال وزيرة داخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وقد شرح الوفد لشربل الوضع المأسوي الذي يعيشه أهالي المنطقة وطلب منه التدخل السريع لحل الإشكال مع آل جعفر وإطلاق سراح المخطوفين من أبناء البلدة ووعد شربل بأنه سيقوم بجهد كبير لحل الموضوع وطلب مهلة 48 ساعة لهذه الغاية نفت سفارة المملكة العربية السعودية في بيان لها ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن أن السفارة متوقفة حاليا عن منح تأشيرات الدخول إلى المملكة لللبنانيين أضافت السفارة أن هذا الخبر لا يمت إلى الحقيقة بصلة وأن القسم القنصلية في السفارة يتابع عمله المعتاد بشكل طبيعي ويمنح التأشيرات للأشقاء اللبنانيين وفق الآليات المعتمدة من دون أي تغيير قطع أهالي عكار الطريقة الرئيسة بين ترابلس وعكار احتجاجا على قرار قضائي أصدره مجلس شورى الدولة يقضي بضم منطقة عرق العقارية إلى منيارة واصفين هذا القرار بالفتنوي احتجاجا على قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة بضم منطقة عرق العقارية إلى بلدة منيارة نفذ عدد من رؤساء بلديات عكار وأهالي عرق اعتصاما رفضا للقرار عمد خلاله إلى نصب خيمة وسط الطريق بين مفترق عرق ومنيارة قاطعين الطريقة الرئيسية بين ترابلس وعكار وراء ذلك مرجعيات سياسية معروفة سنحملها كل نتائج هذا القرار العنصري الطائفي البغيد ماذا لو تم أخذ قرار بضم نصف بلدة منيارة أو غيرها إلى كرية جارة مسلمة ألا يعتبر هذا من الإضرار بالوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي نحن نحب أن تحديد هذا الخلاف كما هي عكار عكار كانت وسط تبقى رمزا للعيش المشترك وليس خلاف لا بين مسلمي عرق ولا بين مسيحي منيارة ولا بين تيارات سياسية مختلفة إنما خلاف عكاري وهذا الخلاف العكاري سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباء يشار إلى أن مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد عامر الحسن قام بجولات بين الطرفين لتهديئة الوضع على الأرض ومنع تفاقمه بتكليف من قائد الجيش فيما لوحظ انتشار واسع للجيش في المنطقة وبعد ساعة من الاعتصام تم فتح الطريق على أن يستمر التحرك في خيمة بجانب الطريق العام بين المنطقتين وتتابعونا بعد الفصل الحذر يسود محيط الكاتدرائية المرقصية في القاهرة وسط انتشار أمني أهلا بكم من شديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها سلام يستهل استشاراته لجولة بروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين ويؤكد على جهد جميع الفرقاء لنجاح مهمته بر يدعو لجلسة عامة غدا وهيئة مكتب المجلس لا تتوصل إلى اتفاق أو لصيغ القانونية للتعامل مع مهل الترشيحات انفجار عنيف يهز منطقة السبع بحرات في دمشق والمعارك الضارية متواصلة في العاصمة ورفها ودرعة إلى مصر حيث تجددت المواجهات في محيط الكاتدرائية المرقصية وسط العاصمة المصرية القاهرة قبل أن يعود الهدوء وسط انتشار أمني كثيف بعد يوم من الاشتباكات التي أدت إلى سقوط قتلين وجرح العشرات انتشار أمني مكثف لقوات الأمن المصرية بدى واضحا صباح اليوم وسط هدوء حذر ساد محيط الكاتدرائية المرقصية وسط العاصمة المصرية القاهرة بعد تجدد المواجهات في الساعات الصباحية الأولى عقب يوم من الاشتباكات أدى إلى سقوط قتلين وجرح العشرات وقطع متظاهرون شارع رمسيس من أمام محطة أنفاق مترو الدمرداش مستخدمين الحجارة وإطارات السيارات ومنعوا بذلك الحركة المرورية في الشارع خوفا من تكرار الهجوم على الكاتدرائية الرئيس المصري محمد مرسي شجب أعمال العنف هذه وقال للبابة تواضرس الثاني بابة الأقباط الأرثوذوكس في اتصال هاتفي أنه يعتبر أي اعتداء على الكاتدرائية اعتداء شخصيا عليه هذا وأعرب تواضرس الثاني عن الأسف جراء أحداث العباسية ودعا إلى إحكام لغة العقل لتجنب الكارثة فيما دعا شيخ الأزهر كافة الطوائف إلى ضبط النفس والحفاظ على الوحدة الوطنية المصرية وفي المقابل توالت ردود الفعال على الهجوم على الكاتدرائية المرقصية من القوى السياسية والدينية حيث اتهم مجلس كنائس مصر الدولة والشرطة بالتخاذل عن حماية الكاتدرائية وأكد أن الشرطة أطلقت القنابل داخل الكنيسة في حين أعلن نواب من الأحزاب المدنية في مجلس الشورى أنهم سيعقدون مؤتمرا للإعلان عن موقف أحزابهم من أحداث الخصوص والكاتدرائية من جانبها أكدت الداخلية المصرية أن أعمال العنف بدأت من جانب المشيعين الذين أضرموا النيران في ممتلكات عامة أثناء خروجهم لتشييع الضحايا حيث فردت قوات الأمن المصرية طوقا أمنيا لعدم تمدد الاشتباكات من محيط الكاتدرائية واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق الأطراف لكنها حالت دون توقفها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أعربت من جهتها عن قلقها الشديد إزاء أعمال العنف الطائفية ودعت جميع الأطراف في مصر لضبط النفس يلتقي وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الرئيس الإسرائيلي شيمون باريس ورئيس الوزراء بن يمين نتنياهو للبحث في جملة قضايا أبرزها الملف نووي الإيراني وأسبل استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وكان كيري قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اشترط وقف إسرائيل النشاط الاستيطاني والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها للعودة إلى طاولة المفاوضات وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن كيري وعباس اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما واصفا الاجتماع بالإيجابي قدرت مجموعة القراسنة أنونيموس الخسائر التي سببها الهجوم الإلكتروني الذي بدأته مساء السبت على مؤسسات ومواقع إسرائيلية بنحو 3 مليارات دولار أمريكي لكن إسرائيل قالت أن أثار الهجوم كانت محدودة وذكرت المجموعة في حسابها على موقع تويتر أن الحملة طالت 100 ألف موقع إلكتروني وأربعين ألف حساب فيسبوك وخمسة ألاف حساب تويتر وثلاثين ألف حساب مصرفي تتبع لإسرائيل قالنا منذ بعض الوقت عن وفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر والملاقبة بالمرأة الحديدية عن عمر يناهز السبعة والثمانين عاما إثر إصابتها بسكتة دماغية رئاسة الوزراء البريطانية نعت تاتشر وقالت في بيان أن بريطانيا فقدت بوفاتها زعيمة عظيمة وكان تاتشر المرأة الوحدة التي تولت رئاسة وزراء بريطانيا وقادت حزب المحافظين لتحقيق النصر في ثلاث انتخابات وتتابعون في النشر الاقتصادية بعد الفصل شركة جوجل تقترب من الاستحواذ على الواتساب في صفقة تقارب المليار دولار باسل خطيب انضم إلينا ليقدم لنا آخر الأخبار الاقتصادية مرحبا أهلا هنادي شكرا أهلا بكم رأت وكالة مدج للتصنيف الاعتماني أن لبنان الذي تخطى عدة صدمات سياسية في الماضي أصبح اقتصاده وماليته العامة أكثر قابلية للتعرض للمخاطر حاليا مشيرة إلى أن الصراع في سوريا أضعف أداء لبنان الاقتصادي وماليته العامة وقوض النمو الاقتصادي مما أثر سلبا في العائدات السياحية والاستهلاك المحلي والتدفقات الاستثمارية ولفتت موديز إلى أن النمو الاقتصادي المتباطئ والمشحنات السياسية داخل الحكومة السابقة عوامل أوقفت محاولات إصلاح الموازنة العامة وقدرت الوكالة اتساع عجز الموازنة العامة بـ 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 مقارنة بـ 6.1% من الناتج الإجمالي في العام 2011 وأوضحت أن ارتفاع العجز يعود بشكل جزئي إلى جمود الإرادات الضريبية وصلت الأسهم في بورسة بيروت تحسنها خصوصا سوليدار وذلك بفضل التفاؤل بالسعي لتشكيل الحكومة حيث تحسن كل من سوليدار A 4.90% أو ما يقارب 5% إلى 13.83$ سوليدار B تحسن 4.50$ إلى 13.75$ سهم بنك عودي تراجع 2.75$ إلى 6.43$ واستقر كل من بنك بيبلوس عند دولار 65$ وبيبلوس تفضيلي فيه 2008 عند 102$ ونصف أما بيبلوس تفضيلي فيه 2009 فتراجع 2% إلى 102$ اليورو سجل دولار 30$ أما الذهب فبلغت الأونس 1578$ والفضة 27$ 34$ في حين ارتفع خام برانت إلى 105$ 17 للبرميل في الوقت الذي عززت فيه خطة تحفيز الاقتصاد الياباني الأسواق المارية لكن النفطة ظل قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر بسبب مخاوف متعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود تعتزم شركة أرباس الأوروبية غزو أراضي منافستها الأمريكية بوينغ بإنشاء أول مصنع لها في ولاية ألباما الأمريكية وتأتي الخطوة للحصول على حصة أكبر من سوق الطيران الأمريكية في الوقت الذي تكافح فيه بوينغ بسبب عيوب في البطارية بطائراتها الجديدة دريم لاينر التي تم وقف تشغيلها مؤخرا ومن المقرر أن يبدأ المصنع البالغ كلفته 600 مليون دولار في إنتاج الطائرات أرباس من طراز A320 بحلول لعام 2015 ويخاطط المصنع لإنتاج ما بين 40 و50 طائرة سنويا وسيعمل فيه ألف شخص عندما يعمل بكامل طاقته كشفت تقارير أخبارية عن اقتراب شركة جوجل من الاستحواذ على تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتس أب بعد مفاوضات امتدت لأكثر من شهر وأشارت مصادر مطلعة في الشركة إلى أن جوجل تتفاوض منذ خمسة أسابيع مع ملاك تطبيق واتس أب للاستحواذ عليه وتعرض الشركة الأمريكية حاليا ما يقارب المليار دولار من أجل إتمام الصفقة ويعد تطبيق واتس أب واحدا من أشهر تطبيقات التراسل الفوري حيث تشير آخر الأحصائيات حول التطبيق إلى أنه يعمل في مئة دولة حول العالم وعلى سبعمائة وخمسين شبكة اتصالات مختلفة وكان مطورو التطبيق المذكور قد أكدوا أن مستخدمي الخدمة يتبادلون يوميا أكثر من مليار رسالة هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء وتتابعونا بعد الفاصل في الرياضة الأمريكية سيرينا ويليامس تتواج بلقب بطولة شارلسون الأمريكية للتينس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر